إذا عت القرآن الكريم من القاهرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دقيقا فقهي ألي ما حكم المأمومين الذين يصلون خلف إمام ثم انقطع الطيار الكهربائي في وسط الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا في صلاة الجماعة شرط صلاة الجماعة متابعة المأموم بمعنى أنني أجد الإمام أراه أو أسمع صوته فإذا انقطعت المتابعة انقطعت صلاة الجماعة وهنا فقدنا شرط صحة صلاة الجماعة وهي المتابعة مع الإمام وفي هذه المسألة وغيرها إذا انقطعت هذه المتابعة فلم أعد أسمع الإمام أو أراه بعيني أو ليس هناك من يبلغ عن الإمام وأنا أسمعه ما حكم من يصلي خلف الإمام وقد حدث هذا مثل السؤال الوارد في المسألة أن القهرباء قد انقطعت إذا انقطعت طيار القهرباء أثناء الصلاة أو حدث شيء قطع المتابعة مع الإمام فلم أعد أراه أو أسمعه أو أسمع من يبلغ عنه ولم يتمكن المأموم من متابعة الإمام فعلى المأمومين جميعا أن يتموا صلاتهم كل واحد وحده يعني فرادا لأنهم اجتمعوا على إمام واحد فلا يصح لهم إلا أن يصلوا فرادا بعد نية المفارقة عن الإمام ابأ أنوي نية المفارقة عن الإمام ثم بعد ذلك يصلي كل واحد وحده والله أعلم دقيقة فقهية دكتور مجد عشور حسن سليمان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر